اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أصعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم ستأجواء صيفية معتدلة في عموم مناطق المملكة وتوقع خلال أيام القليلة القادمة أن تستمر هذه الأجواء الصيفية المعتدلة حتى منتصف الأسبوع حيث تشير آخر التحديثات إلى مؤشرات على ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع التواصيل أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الجبعة وحتى يوم الأحد تبقى المملكة تتأثر بكتلة هوائية وتيارات هوائية غربية تعمل على بقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقصي في معتدل خلال ساعة النهار تنخف الدرجات الحرارة ليلا لتصبح الأجواء مائلة للبرود يوم السبب لا تغيير على الحالة الجوية تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقصي في معتدل خلال ساعة النهار يميل للبرودة خلال ساعات الليل يوم الاثنين كما ذكرنا تبدأ درجات حرارة بالارتفاع قليلة تصبح حول معدلتها لمثل هذا الوقت العام ويصبح الطاق الصيفي اعتيادي نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث ترتفع نسبة الرطوبة السطحية مع التشكل للضباب الخفيف 14 درجة مئوية كحرارة دنيا الملموسة 14 أيضا الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاثة يام القادمة يوم السابت 25 درجة مئوية ل15 درجة مئوية يوم الأحد 26 ل15 ويوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة تسجيل 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 17 درجة مئوية شكرا على المتابعة وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة